اشتركوا في القناة ورئيس الوزراء بقصر القضيبية لسعادة السيد أبو الحسن محمود علي وزير خارجية جمهورية بنجلادش الشعبية الصديقة حيث نقل إلى سموه تحيات الشيخ حسين واجد رئيسة وزراء جمهورية بنجلادش الشعبية وتقديرها وإعجابها بالتنمية والنهضة التي تشهدها مملكة البحرين بفضل السياسات الموفقة للحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وخلال لقاء نوه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بالتطور العلاقات البحرينية البنجلادشية والتي تزداد نموا بفضل حرص الجانبين على تنميتها وأكد سموه حرص مملكة البحرين على تطوير التعاون مع بنجلادش والوصول به إلى أفاق أرحب في مجالات مختلفة وزيادة أفاق التبادل التجاري وإقامة المعارض المشتركة مشيدا سموه بدور الجالية البنجلادشية في مختلف المشروعات التنموية التي تقام في المملكة ونوه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بهمية الاتفاقيات ومذكرة التفاهم التي تم التوقيع عليها بين مملكة البحرين وبنجلادش والتي ستسهم في الدفع بأفاق التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين وتعزيز التنسيق حيال مختلف القضايا من جانبه أكد وزير خارجية بنجلادش أن بلاده حريصة على زيادة أفاق التعاون والتنسيق مع مملكة البحرين منوها بالدور الذي يطلع به صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء في توثيق هذه العلاقات بين البلدين اشتركوا في القناة